من أي بوابة من بوابات الجنة أستاذ فاروق جويدة بيجيب لنا هذه الكلمات خلونا نرحب بكاتبنا وشاعرنا الكبير جدا أستاذ فاروق جويدة اللي يبغتنا أنه شرفنا النهار ده ربنا خليك إزاي حضرتك كيف أهلا بيك كله تمام كله تمام الحمد لله أولا خليه أشكر حضرتك على أنه قبلت دعوتنا لا أبدا وأشكرك على أنه جاي لنا وإحنا بتوع الليل وآخره لا فإحنا متعبين أنا عارف لا أبدا الله يخليك أستاذ فاروق أنا من الناس اللي ما أظنش أنه بالضرورة يكون فيه تعارض ما بين الصحافة وما بين الشعر والأدب لكن أستاذ فاروق بدأ بالصحافة يعني تخرج من الصحافة ودرسها ثم عمل بالصحافة من وهو في الكلية وحياتك قلت لي حاجة أنا ما كنتش عارفها قلت لي أنا كنت في روزة زمان وبعد التخرج رحت للأهرام أول حاجة أحكي لحكاية روزة دي أوسيس فاروق الحقيقة أولا أنا عايز أقول للمشاهدين كل سنة هم طيبين وأنا سعيد أولا إن أنا أكون معاك في القناة الأولى اللي إحنا كلنا بنعتز بها تلفزيون مصر العريق يعني أنا ابتديت في روزة ليوسف وأنا في أولى جمعة روحت الروزة وروزة دي كانت تحس كده إن هي مدرسة اللي ملوش هوية لسه يتشكل بقى وتسيبه يعني هي تديله وهجها وخبرتها وبعد كده ينطلق حلو فروحت روزة أولوم عايزة تدرب عندكم وفعلا روحت وبتديت كان محمود المراغي وصالح مرسي ووالدك رحمة الله يعلي الله يرحمنا يا رب وكان مونير عامر الله يرحم وكانت فتح خليل كلها التركيب وأستاذ حمروش وكانوا أستاذ حمروش المهم إن أنا أعدت يعني من الأسباعي الأولى كانوا بينشروني اسمي بينزل على تحقيقات لدرجة إن أنا في يوم من الأيام لقيت مكتب بيسأل علي مين قالوا لي ده مكتب الرئيس جمال عبد الناصر أوبا الله مين يا جماعة قالوا الأستاذ سامي شرف الله يرحمه الله يرحمه ده قبل التخرج ده قبل التخرج يعني تقريباً أربعة وستين خمسة وستين بالزبط كده آه المهم إن أنا فعلاً كلمته قال لي أنت كاتب موضوع عن مخالفات وسرقاته بتاع والرئيس طلب أن يحقق في الموضوع ده أنا حولته الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة كان فيه رئيس الجهاز آه أستاذ حلم السعيد رحت له طبعاً طالب لبس يعني أميسوا بطلون يعني أميسوا شاب قال لي الله ده أنت صغير قوي فالمهم ما حولني على الجهاز كان فيه جهاز تفتيش في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفعلاً بدأوا يحققوا في الموضوع وحبسوا الرقل على طول كده أه بتحقيق صحة فيه آه فالحقيقة يعني دي كانت بدايتي مع روزا يعني بعد كده طبعاً بدأت أنشر فيها وفي صباح الخير وكانت فترة ممتعة لأن روزا مؤسسة لها طعم صحيح كل حاجة فيها لها يعني تحس وما بتتنسيش أبداً أبداً لا ما بتتنسيش بعد كده عدت معاهم تلس سنين تقريباً بس كان الظروف من مالدية لا تسمح موسيقى موسيقى